نكمل بعيدة الملف اللي احنا نتكلم فيه عن مسألة هذا الهجوم غير المبرر من البرلمان الاوروبي والتقرير الغير منصف حقيقة للمسألة حقوق الانسان في مصر بس ابدأ معك فردل قبل ما ابدأ في النقطة دي لنعايز اتكلم عن هشام وابوعيطة القصة زي ما حدلكم عارفين ان هشام كان حدث احنا من سماخ ناء بينه وبين السايد كمال ابوعيطة هشام بمنتهى البلطانة تجاوز في حقه وعلى فكرة طبعا الاثنين معارضة معروف مين هشام ومعروف طبعا مين سيد كمال ابوعيطة تدخلت ناس كتير جدا وقتها والدكتور عصام نفسه موجود هيتكلم عن النقطة دي بوضوح اكتر لحل المشكلة دي وما يصحش وبلاش نروح للمحاكم وما الى ذلك هشام هو اللي اعترض على يعني انا مش عايف ليه اخواننا انتم يعني مش متابعين الموقف والليل اللي اعترض اصلا على صلحة شام خلاص فالسيد كمال ابوعيطة قال انا خلاص انا راجل كبير وما يصحش حد يعني يغلط فيها بالشكل ده فرجع لقضاء خد حكم ايه المطلوب منها دكتور عصام خلينا اقولك خلينا اقولك المنظمة بصفة مستمرة بتطالب بالافراج عن المحبوسين على زمة قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير تمام وفي بداية الازمة طلبت بالافراج عن هشام اسم تمام لكن هذا الامر متعلق بحق اخر وهو حق الوزير ابوعيطة يعني الازمة اللي لازم يعرفها الجميع واللي للأسف الشديد جار هذه الرواية بالخطأ قرار للبرلمان الاوروبي لانه لم يتحقق من انه الازمة الحقيقية هو خلاف بين قيادتين معارضتين في مصر في الطبيعي انه لما المعارضين يعني بيستخدموا الفاظ حد تجاه بعض المسؤولين في الدولة الدولة بتتغافل عنها باعتبار انه الدولة اكبر من انها تشتبك لكن لما يحدث انه يبقى فيه سبب وقصف في حق مواطن المنظمة نجدت نجدت الشام زي ما نجدت الدولة بالافراج عنه نجدته انه هو يتنازل لانه هذه القضية معلقة على تنازل منه في حق من ادير ومن ادير لن يتنازل بأي حال من الاحوال الا اذا اعتذر لانه بينفي الوقاعة التي نسبت اليه عشان كده اقدر اقولك انه بيان للتحاد الاوروبي او قرار للتحاد البرلمان الاوروبي سمه ما شئ هو قرار فقير لانه هو افتقر الى معلومات صحيحة افتقر الى الحيادية افتقر الى الموضوعية وده معناها بالضرورة انه كان يجب على البرلمان ان يدرك ان دي قضية جنائية وانه اطرفها اطرفها بعيدة عن الدولة وانه التصعيد تم من جانب الجاني يعني من جانب الشام يعني كان يستطيع انه ينهي الامر دي من البداية لانه لو هو كان دفع حتى الكفالة لما حكمت بها المحكمة النيابة كان يبقى عندنا متسع من الوقت ان الناس تقعد مع بعضيها وتتكلم لكن هذا التعصف في بعض الاحيان في استخدام الحق كانت نتيجته ما قالت اليه الامور هذا التدخل من الاتحاد الاوروبي لا يصب في تحسين حالة حق الانسان في مصر لانه هذا التدخل الفج في كثير من الاحيان بيقابله عناد من جانب الدولة ومن جانب اصحاب الحق يعني لو حتى احنا كنا وصلنا لمنطقة وسط مع السيدة بوعيتة كان يعني وكنا نقدر نوصل لحالة كان ممكن نضغط عليه ويتازل مثلا ايوة لكن دلوقتي مش هضغط عليه في هذا التدخل لا هذا التدخل حيتصور انه ده ضغوط من الدولة عليه لتلبية الضغوط الخارجية وده امر مش مقبول